باع المساكين في يوم العيد وحكمة هي واجبة من الواجبات ليه واجبة؟ لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فرض علم قال فرض معنا واجب على كل مسلم مستطيع أن يخرج زكاة الفطر عنه وعن من يعول ومقدار الاستطاعة في زكاة الفطر العلم قال من ملك قوت يوم العيد وليلة العيد ده بقى مستطيع عندك الحاجة البتاكل يوم العيد والبتاكل ليلة العيد انت بعد ذا مستطيع وتجب عليك زكاة الفطر طيب زمن زكاة الفطر بتين زكاة الفطر زمن قبل العيد بيوم أو يومين ممكن تطلع قبل العيد بيوم أو يومين وأفضل ليها زمن قبل صلاة العيد تطلع قبل صلاة العيد ده أفضل ليها زمن أما تطلع قبل أو يوم خمسة وعشرين رمضان أو يوم عشرين رمضان ولا يوم واحد رمضان ده ما صحيح ولو بقت بعد العيد ده أصبح الصدقة يعني زمن محدود قبل العيد بيوم أو يومين وأفضل وقت ليها قبل صلاة العيد عرفنا الحكم بتاعه وعرفنا الزمن مقدار كم مقدار الزكاة الفطر صاع من طعام الصحابة قالوا كانوا بيطلعوها زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر وصاعا من شعير وغيرها من الأشياء اللي هي من قوت البلد مقدارة عرفنا إنه صاع طيب دارنا عرفة بالكيل وبالوزن بالكيل الناس اللي يعرفوا الكيلة الناس الغرة الكيلة أصلا هي فيها ربعين الربع ده اتنين منه دي الكيلة تجزي عن ستة أنفار مثلا زول عنده هو وولاده ستة يطلع كيلة بتاعة عيش جماعة بيأكلوا العيش اللي هو بتاع الكسرة ده بيأكلوا القمح طلع كيلة بتاعة قمح ما في مشكلة أما بالوزن اتنين كيلو واربعين جرام أو اتنين كيلو وربع وأنا طبعا فصلت ليك في الموضوع ده بتاع بالكيلة وبالوزن لأنه حيجيك إنه ما بتجزي عنك نقود وذي طبعا الجوطة اللي بتحصل اليومين ديال في المساجد يقول لك يا أخي أبو حنيفة رحمه الله قالت تجزي إنك تطلع نقود طيب يا أخوان أبو حنيفة عالم من العلم رحمه الله العالم كلام يستدل له ولا يستدل به تشوف كلام أبو حنيفة هل وافق الدليل ولا خالف الدليل لأنه ما معصوم وده ما فيه طعن في أي عالم من العلم أبو حنيفة لو سألت أي ذلك قلت له معصوم بيقول لك ما معصوم طيب أبو حنيفة ما ممكن يغلط ما ممكن يخالف السنة يكون حاجة أصلا ما بلغ النص العلم ديال في علم كتار بيكون الدليل ما ويصلهم بيفتو به مسألة ولسا ما ويصلوا الحديث طيب الجماعة اللي بيقول لك أبو حنيفة قال إخراج مال يجوز إتليه تركت أصلا انت لو بتاخد به كلام ما لأيمة السودانيين لكي تعرف الموضوع موضوع هوا وهذا عبادة يا أخوانا الجماعة اللي بيقول لك نحن أخذنا به كلام أبو حنيفة لو سألت أي سوداني قلت له السودانيين مذهب مذهب ياتو مذهب بيقول لك والله السودانيين مذهب مالكي طيب هنا خلوا مالك ليه ما قالوا مالكية خلي مالك براون الإمام مالك والإمام أحمد والشافع التلاتة قالوا قوت أكل أكل ليه كلام ده جابوا من وين لأن الصحابة قالوا كنا بنطلع صاع من طعام والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير ما في قروشنا والنقود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجودة كانت قاعدة طيب يا أخوان في حالة زيدي لو جاءك كلام لعالم من العلماء وليقيت إن كلامه ده يخالف النص هل في حالة زيدي يجوز لك إنك تمشي بكلام العالم ده وتخلي النص ما بيجوز ابن عباس رضي الله عنه الجماعة اختلفوا في مسألة من مسائل الحج حج التمتع كده ففي جماعة قالوا يا أخي أو بقر الصديق رضي الله عنه قال كذا وعمر قال كذا ابن عباس فصل في القضية قال له ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا مخالف لي كلامه الجماعة بدل ما يشير قالوا كلام الرسول طوالي قالوا لا قالوا ولكن أو بكر قال كذا ولكن عمر قال كذا ابن عباس قال لهم تكادوا أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر تاني فيزل عنده فرقة قال لون أنا أقول لكم الرسول قال تيتا قل لي أو بكر الصديق رضي الله عنه مع مكانت المعروفة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه مع مكانت المعروفة تقولوا قال أسي جماعة تقول لون النبي صلى الله عليه وسلم فرض طعام ودي عبادة والعبادات يا أخوانا توقيفية لا تصح إلا بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا أي عمل عبادة من عمل عملا ليس عليه أمرنا قال فهو رد مردود عليه وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لذلك ما يقول لك مجمع الفقه حدد مئة جنيه طوال طاق 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 تطلع مئة جنيه هذا ماذا كان فطر عندهم شبهات يقول لك يا أخي المسكين يحتاج للقروش دائر قروش الزلد أول نقطة أنت أعلم بحوجة المسكين من الله عز وجل أنت ما أعلم وربنا فرض في الوقت طعام له لأنه في ناس ممكن يستغنوا البني هذا ممكن يستغنى عن أشياء كثيرة ممكن يستغنى عن اللبس لكن ما ممكن يقول الجيعان في يوم عيد يا أخي في ناس ما دارين يدوم زاته دارين يأكله بس أكل ما لا أقل يقول لك لا لا يا أخي في ناس لو أدأت له ما بشيله ما تدأ له ما بيستحق جبت الدقيق جبت العيش جبت البلح ليه زول هو يت في ظنك مسكين قال لك الحاجات أنا ما دائرة دزك ما فوق زاته ما لوه الزكال الزول الما عنده البياكل دائر يأكل وكتار ما تسمع الكلام دا كتار والله يجوك في محلك يقول لك يا أخي الدينة الناس دي تعبانة تعب شديد لكذا دي فلسفة ساي إنت باقي على المسكين الزول اللي بيقول لك يا أخي المسكين ده محتاج لقروش إنت باقي على المسكين ده ودار تنفعه أديه زكاة الفطر الفرد عليك ربنا دي أديه لو زي ما جاتك في السنة قل لي اتفضل دخل تاني يدك في جيبك أحسب ليه وديه قروش في شنو يعني كده ما بكون جمع بين الأمرين العبادة العليو أداها بالطريقة الصحيحة السليمة الجات في السنة النبوية موضوع كده انتهى وربنا قال ليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين الدين الإسلام بفضل الله عز وجل وبحمد الله مكتمل ما بيحتاج لأي تنظير ما بيحتاج لأي كلام زكاة الفطر طعام طعام وآخيرا مرات في ناس بيكون يعني صعب عليهم إنه يمشي يشتريه وإنه يعني يمشي يوزعه يكون زول مجغوله كده ممكن يوكل ممكن توكل زول يقول لك يا أخ والله المقدار كده الدقيق به كده إنت عندك كم نفر يقول لك أنا والله عندي ثمانية أنفار تدل قروش يمشي يشتري ويمشي يطلع عنك هذا بيجوز لكن كونك إنك تطلع عمال وتقول كده أنا موضوعين تهى الكلام ده ما بيجوز وممكن شباب الحي ذاتهم يتكاتفوا يقولوا بالمهمة إنهم يجمع من أهلهم القروش ويشتروا الدقيق ويزعوا للمساكين يكونوا كده نفع أهل والأجر والثواب إن شاء الله عند الله عز وجل هذا وأصلي وأسلم على نبينا محمد